يا صباح الفل اللي لسه مكملين في نواعم العيد عملنا مع بعض الكحكة على الصخ والبسكوت النشادر أو بسكوت الماكينة النهاردة هنعمل أحلى وأطعم كحكة على البارد بيدوب دوب في البق ولأنه من الوصفات السهلة في ثواني هتعمليها والمحلات معتمدة الطريقة دي لأنها بتنجز معهم في الوقت وهقولك إزاي تحلي كل المشاكل اللي بتواجهك في الكحكة زي مثلا لو ظهرت نقط بني في الكحكاية أو الحشوة لو نشفت منك جوة الكحكة العجينة شققت معاك أو الرسمة اختفت منك أو الملبن خرج من الكحكاية ساعة السوى وطريقة التسوية المظبوطة للكحك كل ده هقول عليه جو الفيديو بس أهم حاجة تتبعي كل الخطوات والتفاصيل لأن كل مكون هنزوده هقولك على معلومة مهمة ومقادرنا هتكون مظبوطة 100% بس الأهم من المقادر الخطوات والتفاصيل وما تنسوش الميزان لأني أضكب كتير من الكباية لأن كل كباية بتختلف عن التانية أستاهل منكم أن تكتبوا تعليق حلوة كده البسبوسة يشجح حوي دعمها وتحطوا لايك للفيديو وتشيروا مع حبيبكم وصحبكم وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة وأول حاجة لازم نعملها نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى أول خطوة لازم نعملها في طريق الكحك لأنها بتكون سبب رئيسي أن الكحكاية بيكون فيها نقط بني معي كباية من اللبن 200 ملي ولو حابة تستخدمي مياه ما فيش أي مشكلة الفرق بين المياه واللبن أن الكحك بالمياه بيعيش أطول من الكحك باللبن هجيب كباية كبيرة وأحط فيها اللبن أو المياه وهزود عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بما يعادل 10 جرام وهقلبها كويس جدا وأركنها على جنب بس تقلبيها من وقت للتاني لحد الخميرة ما تدوب معانا كويس جدا وما يكونش ليها أي أثر اللبن أو المياه اللي هتستخدميهم لازم يكونوا دافيين عشان الخميرة تدوب معانا بسرعة ندخل على الخطوة اللي بعد كده أول حاجة نوعية الدقيق لازم يكون مخصص للكحك والبسكوت ولو شرياء سايب من عند العطار خلي بالك لأن كل نوع بيختلف عن التاني معايا كيلو من الدقيق بما يعادل 8 كبيات أنا شرياء سايب من عند العطار ولما أجي أستخدمه أشيل منه معلقتين أو 3 معلق وأشوف العجينة هتحتاج معايا قد ايه من الدقيق لأن كل نوع بيختلف عن التاني ومعايا معلقة كبيرة من البكنج بودر نص باكو بما يعادل 8 جرام وربع معلقة صغيرة من الملح ونيجي للمادة الدهنية لأني حيجيني عليها أسئلة كتير أول حاجة معايا 530 جرام من السمنة بما يعادل كوب بيتين ومعلقة كبيرة مليانة بالنسبة للمادة الدهنية لو حابة تستخدم المقدار كله سمنة بس أهم حاجة يكون خارج من التلاجة ولو حابة تعملي الكحك إيه المقدار كله بالزبدة مفيش مشكلة ولو حابة تعملي مكس بين السمنة والزبدة ده يرجع ليكي أنت واللي متوفر في قلب بيتك بصراحة أنا هعمل كيلو معيكو بالسمنة وهعمل كيلو تاني مكس بين الزبدة والسمنة أنا جربت التلات طرق عملت كحك بالسمنة وكحك مكس بين الزبدة والسمنة وعملت كحك بالزبدة بس والتلات طرق أحلى من بعض أكيد هتسألوني دلوقتي إيه اللي بتفضلي بس بوسة أنا بصراحة عجبني المكس بين السمنة والزبدة إداني كحكاية بين النعومة والأرمشة بصراحة كان طعمها حكاية لكن لو عايز الكحكاية نعمة قوي هتستخدمي السمنة ولو عايز الكحكاية مئة أرمشة هتستخدمي الزبدة لكن لو عايزة مكس بين النعومة والقرمشة استخدمي مكس بين الزبدة وبين السمنة جبت حلة العجان انا هستخدمي العجان ولو حابة تستخدمي مضرب البيض اللي متوفر عندك هزود فيه السمنة انا قصرتها لقطع صغيرة لانها خرجة من التلاجة وسبتها هدت شوية ومعايا ربع كوباية من السكر البودر بما يعادل 60 جراء ولو بالمعلقة 3 معالي كبار ولازم انخل السكر عشان بيكون فيه تكتلات ولو ما تنخلش التكتلات دي مش هتدوب معانا مهما تضربي فيها شغلت العجان وبدأت ان انا اضرب السمنة والسكر مع بعض لحد ما يهيشوا ويكون لونهم ابيض زي القشطة زي الكريم شنطي بالزبط كل ما تضربي في السمنة والزبدة وتهيش معاك كل ما الكحكاية تطلع معاك هشة جدا وخفيفة ومش مكتومة وده عامل اساسي في نجاح الكحكا معاك وفي نفس الوقت معا لم الجوانب لان ساعات السمنة والسكر بيكونوا فيه جوانب الحلة السمنة هاشت معانا بسم الله ما شاء الله كريمية ونعمة ولونها ابيض زي القشطة نجاح الكحكاية بتكون هشة وخفيفة ومش مكتومة هو ضرب السمنة والسكر نجيب المعلقة السيليكون وابتجي علم الخليط من جوانب الحلة وبعد كده هبتجي ازود كمية الدقيق اللي معايا بس هشيل منه حوالي 3 معالي او 4 معالي وعلى حسب العجينة ما تتلمي معانا ممكن ازودهم او استغنى عنهم وحزود البكنج بودر ورشة الملح الصغيرة وقال لي بدي ايه وبعد كده هبتدي اشغل العجان خلطة دقيق بالسمنة والسكر مرحلة مهمة جدا لازم تبسي الديق حلو قوي لحد ما يكونش ليه اي قصر لانك لو ما بس تيشي الديق حلو قوي لما تيجي تزود السوائل العجينة هتشد معاك عرق وتعظم والكحكاية هتطلع معاك نشفة العجينة اكيد انتو شايفينها لسه نشفة معانا وبتقطم معانا استمر في الضرب لحد ما تبقى عجينة طرية جدا ما تقلقيش المرحلة دي لسه ما زودناش اي سوائل يعني اضرابي فيها برحتك شايفين بعد ما ضربتها العجينة بقت طرية معايا ازاي بسم الله من شاء الله نجيب المعلقة السيليكون وابتدأ لم العجينة كلها من جوانب الحلة قبل ما نزود السوائل نجيب الخميرة اللي دوبناها في اللبن شايفين الخميرة دا بتزمعان ازاي وملهاش اي قصر والمية صفية مفيش ولا حباية خميرة موجودة في قلب المية وبكده اتطميني ان الكحكاية هيكون قلبها ابيض زي القشطة وما يكونش فيها ولا نقطة بني بعد السواء ابتجي بقى ازودها على العجينة شايفين قلب الكوباية حبيت ان انا ورهالكم اني مفيش قصر للخميرة وده عامل اساسي ان الكحكاية ما يكونش فيها نقط بني هشغل العجان وابتجي ألم العجينة بس اوعي تعجنيها مدة طويلة عشان متشدش معاك عرق والعجينة تطلع معاك نشفة عجينة الكحك زي عجينة البسكوتات اول ما بتزود السوائل عليها يدوب تلم العجينة بس لانك لو عجنتيها الكحكاية هتطلع معاك نشفة ومع الضمى ولو عايزة تختبر العجينة وتشوف فيها محتاجة سوائل او دقيق هتاخدي قطعة من العجينة وتكوريها ما بين ايديك يعني تحنينيها وتتغطي عليها بصبعك وشايفين العجينة باسم الله ما شاء الله مظبوطة معنا هبتجي بقى احطها في طبق كبير واغطيها بكيسة وبعد كده هنبتدي نشكلها الكحكي على البارد بيتشكل على طول وبنسويه في الفرن على طول استني رايحة فين لسه فيه معلومات تانية في طريقة التسوية او الملبن او العجوة خرجت من الكحكاية او الكحكاية شققت معاك يعني لسه فيه معلومات تانية حطي لايك للفيديو وسمي وصلي على الحبيب المصطفى ودول التلات معلق دي اللي شلتهم انا محتاجتهمش اول حاجة بنحضر الصاج اللي حنرص عليه الكحك ما بيدهنش اي مادة دهني ودي حشوة العجوة والملبن والعجمية اللي عملناها مع بعض وكورتهم على قد الكحكاية اللي حعملها ان كانت كبيرة او صغيرة حبتدي بقى اشكل الكحك معايا حاخد قطعة قطعة وابتدي احننها ما بين ايدي وحط الملبن وقفل عليها وبعد كده حاجب البصامة وابصمها او ممكن تجيب سكينة وتشكليها ولو حابة تنقشيها بالمنقاش مفيش اي مشكلة الكحك معاكي واعملي فيه اي نقشة تحبيها حجم الكحكاية ان كانت كبيرة او صغيرة ده يرجع ليك انتي لكن لو عاوزاها بالميزان انا بصراحة عامل الكحكاية صغيرة جدا فعملت وزن الكحكاية عشرين جرام حنقول على بعض التكات والتفاصيل للكحك والمشاكل اللي بتواجهنا وانا بشكل الكحك اول حاجة لو الكحكاية خرقتيها من الفرن ولقيت الحشو نشف معاكي ده بتكوني ساوتي مدة طويلة في قلب الفرن طب يا بزبوسة لو الحشو خرج من الكحكاية وشققت معانا ده يا قلبي زودي العجينة 50 ملي من اللبن يعني تزودي السوائل شوية عشان الكحكا والملبن ياخدوا يدوا مع بعض في السوا لو حسيتي العجينة نشف معاكي اوعي تزودي سوائل يعني مية او لبن زودي مادة دهنية اللي هي السمنة او الزبدة لحد العجينة متلاقيها طرية معاكي بعد سوا الكحك لو لقيت النقشة اختفت معاكي يبقى العجينة محتاجة معاكي شوية دي المعلومات والتكات والاسرار اللي بقولها دي مش انا اللي بقولها انا جايباها من شفنا العظيم احمد القاضي واكيد كحك الشيف احمد القاضي مفهوش ولا غلطة كلها بالمقادير المزبوطة والميزان يعني الميزان اضكي بكتير من الكباية لان كل كباية بتختلف عن التانية اول صاق بعد ما شكلته بسم الله ما شاء الله واكيد انتو شايفينه وشايفين النقشة ظاهرة معانا ازاي يعني زي ما هدخله الفرن زي ما هخرجه ونيجي لطريقة تسوية الكحك المزبوطة لان الكحك اللي بيكون محشي غير الكحك اللي بيكون سادة في طريقة التسوية اول حاجة بتسخن الفرن كويس جدا وبعد كده بتزبطيه على درجة حرارة 180 وبتحط الصاق على الشبكة اللي في نص الفرن ولو الشواية بتولع مع الفرن وولعيه على اهدى درجة حرارة لكن لو الشواية بتولع لوحدها مفيش مشكلة اول الكحك ما ياخد لون من تحت تطفل بتجاز وولعي الشواية وشه ياخد لون ودرجة حرارة الفرن المية وتمانين للكحك اللي بتكوني حشياء لانك لو سوتيه على درجة حرارة 160 الكحك هيشقق معاك والحشوة هتخرج منه لكن الكحك السادة بنسويه على درجة حرارة 160 وبالنسبة لمدة السوى بالنسبة للكحك اللي حشياء او الكحك السادة بتزيد او بتقل على حسب نوعية فرن هو بصراحة الصاج اخد معايا 30 دقيقة في الفرن واكيد شفت الكحك بعد ما خرجته من الفرن بسم الله ما شاء الله واخد لون الدهب من فوق ومن تحت وفي نفس الوقت لا شقق معانا ولا الحشوة خرجت منه ولا اي حاج وناعم وبيدوب دوب احلى كحك بجد هتعمليه وحتاكل صوابعك وراه وكمان خفيف على المعدة وشايفين بسم الله ما شاء الله وحجم الكحكاية حلوة اوي انا بصراحة عملها 20 جرام مع الحشوة ادتني كحكاية حلوة اوي عشان اللي ياخد الكحكاية ما يتبقاش منها حبيت اوريكو ان الرسمة ظهرة معانا يعني ما اختفتش معانا ما قدرنا مظبوطة جدا اهم حاجة تخلي بالك من الديق لو شرياء سايب من عند العطار هتشيري منه 3 معالي او معلقتين وعلى حسب العجينة ما تتلمي معاك عشان ما تحتاجيش لا تزودي سوائل ولا تزودي مادة دهنية بحاول اوريكو كحكاية كحكاية عشان تشوفوا الرسمة وبورها لكو عن قرب عشان نلتك حكاية لا فيها تشاؤقات ولا فيها حاجة وشايفين ناعم ازاي ودايب دوب دلوقتي بقى حنفتح ونشوف القلب من جوه وحنشوف حشوة الملبن وحشوة العجمية وحشوة العجوة وشايفين الملبن دايب دوب ازاي يعني لا نشف معانا ولا اي حاجة لان طريقة التسوية مظبوطة جدا هو الصوج اخد معايا في فرن انا 30 دقيقة بالضبط وكنت مولى على الشوية والفرن مع بعض ودي الكحكاية بحشوة العجمية دايب دوب في قلب الكحكاية يعني مقدرنا مظبوطة في قلب العجمية وقلتلكو على طريقة التسوية المظبوطة ودلوقتي حنشوف حشوة العجوة بسم الله ما شاء الله اي حشوة من التلاتة دايب دوب في قلب الكحكاية وكمان مئرمشة ونعم يعني مكسبين النعمية وبين الارمشة واكيد انتو شايفين كل حاجة قدامكو والكحك قدامكو بنقشته زي ما دخلته زي ما خرقته من الفرن بالضبط مقدرنا مظبوطة بالميزان وكمان حاولت ان انا قربها ليكو بالكوباية لان كل كوباية بتختلف عن التانية المج والكوباية بيختلفوا عن بعض وممكن تعملي المقدير بالكوباية والوصفة تطلع معايك بايزة وحرام السمنة او الزبدة او الدقيق او اي خامة غالية جدا في السوق بس باتمنى منكو ان انتو تستخدموا الميزان بيكون اضكي جدا في المقدير عشان الوصفة لو بازت معاكو اكيد الخامات دلوقتي غالية جدا في السوق وحنزعل جدا لو وصفة معانا بازت احنا عايزين ميزان هو ارخيص دلوقتي في السوق حوالي بسبعين جنيه او بتسعين جنيه هاتيه في قلبي بيتك عشان تعملي احلى حلويات وبكده يا حبيبي قلتلكم على كل المعلومات والتفاصيل والتكات في قلبيك حكاية وازاي تطلع معايكي بالشكل اللي انت شايفه ده وبالنسبة للمقدير حكتبهالكو في صندوق الوصفة تحت الفيديو بالجرام وبالكوباية بس اهم حاجة تستخدموا الميزان بتمنى تحطوا لايك للفيديو وتشيروا ما حبيبكو وصحبكو عشان الكل يستفاد ويعملوا احلى كحكي الاولادهم وكمان يشرفهم في اي مناسبة وما تنسوش تكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة يشجع حوي دعمها عشان تعملكو احلى الوصفات ولو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكو وتشتركوا في القناة لو لست جدادة على القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل ليكو اشعارات بالوصفات الجديدة دمتم في حفظ الله ورعايتو كل سنة وانتم بألف خير